اشتركوا في القناة واجهة المغرب في تصفيات المونديال والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس نصير مزراوي يشعل فتيل الحرب بين برشلونة وريال مدريد الطامعين في الضفر بخدماته لازالت العروض تستقاطر على الدولية المغربية نصير مزراوي لعب أياكس مستردام الهولندي والذي يتجه لعدم تجديد عقده رفقة فريقي الحالي علما أنه سينتهي ما تم الموسم الكراوي الحالي وبعد سنة غاب فيها لمباريات عديدة بسبب سلسلة من الإصابات عاد مزراوي لنفض غبار التواضع والتآلق من جديد رفقة كاتبة المدرب إيرك تينهاغ وهو ما جذب أعين العديد من الأندية التي أبدت استعدادها للتعاقد معه وحسب ما ذكرت صحفة سبورت الكتالونية فإن اللاعب صاحب الأربعة والعشرون عاما دخل ضمن قائمة اهتمامات برشلونة وكاداريا المادريد الإسبانيين متسائلة عن إمكانية إشعال مزراوي لفتيل الحرب بين الغريمين للضفر بخدماته وأشرت الصحيفة أن الضهير الأيمن المغربي انضاف لمواطني حكيم زياش الذي سبق أن ارتبط اسمه بالنادي الكتالوني في الأونة الأخيرة مشيرة إلى أنه يبقى خيارا جيد لتعزيز جبهة اليمنى التي تعرف تواجد سيرجي نيوديس وسيرجي روبيرت وداني ألفاش العائد للقلعة الكتالونية يذكر أن الضهير الأيمن يعيش واقعا مغيرا رفقة المنتخب المغربي حيث غاب عن المعسكرات الأخيرة للأصود بعد استباده من طرف وحيد خليل الزيتش رغم تألقه اللافت حيث أرجع مزراوي الأمر لسوء تفاهم بين الطرفين خبر عاجل اجتماع عاجل بين خليل الزيتش والقجع بسبب حكيم زياش يجتمع الناخب الوطني وحيد خليل الزيتش بفوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرة القدام في الأسبوع القادم وذلك للمصدقة على البرنامج النهائي لاستعدادة المنتخب الوطني لنهائية كأس أفريقية للأمام وذكر موقع سبورت آ أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى مسألة استبعاد حكيم زياش لعب تشيس الإنجليزي من لائحة المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة حيث سيتم استفسار الناخب الوطني عما إذا كانت له النية في إعادته إلى النخبة المغربية خلال مشاركتها بنهاية كأس أفريقية للأمام التي تستضيف الكاميرون في يناير وفبراير القادمين وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع يأتي تنفيذ لتصريحة رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرة القدام فوز القجع الذي أكد في وقت سابق أنه سيتم التطرق لموضوع حكيم زياش في الوقت المناسب بسبب العقدة المصريون متخوفون من مواجهة المغرب في تصفيات المونديال يسود تخوف كبير الشارع الرياضي المصري من أن تصفر قرعة الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022 عن لقاء بين مصر والمغرب وحسب ما هو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المصري ونقلا عن تصريحة لنجوم مصريين سابقين ومدربين فإن العقدة المغربية سبب هذا التخوف وظل المنتخب الوطني جدارا صعبا تجاوزه حيث يخرج المغرب دائما المنتصر في مواجهته مع المنتخب المصري باستثناء لقاء ربع نهائي كأس أمم إفريقيا ألغابون 2017 حيث انتهت المواجهة بتفوق مصري بهدف محمود كهربا في آخر دقائق المباراة وفي عز الانتكاسة الكروية المغربية لم يستطع المنتخب المصري هزم أسود الأطلس إذ لازال هدف مصطفى حجي في شباك مرمى المنتخب المصري في تصفية إفريقيا المؤهل إلى كأس العالم كوريا الجنوبي وليابا 2002 عالقا في إدهان أنصار منتخب الفراعين وللمفارقة أن مباراة 2001 ضم فيها المنتخب المصري أبرز العناصر لعل من أهمها الحارس نادر السيد لكن لم يحرك ساكنا مع منتخب مغربي في آخر أيامه ومنهم اللاعب حجي الذي كان لعبا غير مرغوب فيه في تلك الفترة بعد تراجع مستوى والسجل حجي حينها هدفا لا ينسى سواء طريقة التسجيل أو الدقيقة التي جاء فيها الهدف لكن السوء الحظ لم يكتب لذلك المنتخب بمرور المونديال بعد الخسارة أمام السينيغال في مباراة الجولة الأخيرة يذكر أن قرعة الضور الفاصل مقررة في الثامن عشر من الشهر المقبل على أن يلعب الضور الفاصل في الأسبوع الآخر من شهر مارس من العام القادم في غرفة الفار بإحدى مباريات البطولة صورة لحكم يلعب بارتشي سي تتير الجدل تدول الرواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورة لحكامين في غرفة الفار خلال إحدى مباريات البطولة الوطنية الاحترافية وأحدهم يلعب في هاتفه غير مبالي بالمواجهة وكان خبير التحكيم محمد الموجه أول من شارك الصورة على حسابه الخاص في الفيسبوك وأعرب عن استغرابه من السمح للحكام بالاعتماد على هواتفه من نقل أثناء المباريات مانحا التعليق لمتابعيه وتنقل الرواد الصورة باستغراب وسخرية بعدما ظهر أحد الحكام وهو يلعب لعبة بارتشي سي غير مكترط للمبارات ما جعل علامة الاستفام تطرح في ظل الانتقادات التي تطال حكام الفار في بعض مباريات البطولة الوطنية الاحترافية صحيفة سبورتال إسبانيا تشافي يراهن على الزلزول في الديربي كشفت صحيفة سبورتال كتالونية أن تشافير نانديز مدارب برشلونة الإسباني يراهن على الدولية المغربي عبدالصمت الزلزولي يوم السابت ضد إسبانيا والبرشلونة في ديربي كتالونيا برسم الجولة الرابعة عشر على أردية الكامبنو وظهر صاحب التسعة عشر عاما مع الفريق الأول لبارسا رفقة المدارب المؤقت السابق سيرخيو بارخوان في مبارتي دي بورتيفو ألافيس وسيل تافيغو برسم الجولتين الثانية عشر والثالث عشر وقدم فيهما أداء جيدا ومنذ تولي تشافي مسؤولية الفريق قبل أسبوعين استفاد من التوقف الدولي لرؤية لاعب الفريق الرديف ومدى جاهزيتهم لحمل قميس الفريق الأول على غرار الدولية المغربي الآخر إلياس أخماش ويغيب عن برشلونة في ديربي العاصمة كل من سيرخيو أغويرو ومارتين برايتوايت وأنصفاتي بسبب الإصابة وعثمان ديمبيل وبيدري بسبب عدم الجاهزية مع عودة كل من جراد بيكي وإيراك غارسيا للمنافسة يشار إلى أن برشلونة يحتل المركز التاسع برسيد السبعة عشر نقطة حصدها من أربع انتصارات وخمت تعادلات وثلاث هزائم الزمالك يتخذ قرارا جديدا بعد رغبة الويداد في ضم أوناجم كشف النادي الزمالك المصري لكورة القدم عن قراره بخصوص رحيل الدولي المغربي محمد أوناجم خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة وأوضح موقع في كورا المصري أن إدارة الزمالك ترفض التفريط في اللاعب موضحا أنها تنوي بدء مفاوضة التجديد مع النجم المغربي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي وكان مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق أن أوناجم يوجد ضمن اهتمامات الويداد من جديد مؤكدا أن إدارة النادي الأحمر تراقب وضع اللاعب مع ناديه المصري وأضاف المصدر نفسه أن أوناجم قد يعود إلى الويداد بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في حال توصل إلى اتفاق مع الزمالك بتمني مناسب خاصة أن عقده ينتهي مع نهاية الموسم القروي الجاري وأوضح المصدر ذاته أنه في حال وصلت المفاوضة إلى الباب المسدود فإن الويداد سينتدر إلى نهاية الموسم القروي الجاري لإعادة نجمه السابق إلى القلعة الحمراء بضمه في صفقة انتقال حر ويرغب الفريق الأحمر في عودة جناحه طائر في ظل الحاجة الماسة إلى خدمات لاعب يشغل مركز جناح